موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي التجاري دايما بخير ودايما متفوقين مع شاشة مصر للتعليم الفني في حلقة جديدة من حلقات مادة الإحصاء للصف الثالث السنوي التجاري لجميع الشعب ما عدا شعبة القانون مادة الإحصاء موجودة في كل الشعب ما عدا شعبة القانون يعني موجودة في شعبة التسويق وسوق المال وشعبة الإدارة وشعبة التأمينات يبقى كل الشعب موجودة فيها مادة الإحصاء ما عدا شعبة القانون في هذه الحلقة سوف نستكمل مع بعض موضوع مهم جدا ومن أهم أبواب منهج الإحصاء اللي هو موضوع الاحتمالات الاحتمالات كنا بدأنا فيها في حلقات سابقة وتكلمنا عن تعريف الاحتمال قلنا الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية يبقى دايما الاحتمال بيكون كسر موجب أو بيتراوح بين الصفر والواحد الصحيح لا يقل عن الصفر يعني مش ممكن يكون سالب ولا يزيد عن الواحد الصحيح يعني مش ممكن يكون واحد وكسر يبقى الاحتمال ممكن يكون صفر أو طبعا يمسع ممكن يكون كسر زي واحد من عشرة أو اتنين من عشرة أو تلاتة من عشرة أو اربعة من عشرة أو خمسة من عشرة أو ستة من عشرة أو سبعة من عشرة أو تمانية من عشرة أو تسعة من عشرة ممكن وممكن يكون رقم صحيح زي الواحد الصحيح ولكن لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يزيد الاحتمال عن الواحد الصحيح يبقى اتفقنا ان الاحتمال يتراوح بين السفر اكبر من او ساوي السفر واقل من او ساوي الواحد وعرفنا كمان حاجة مهمة جدا اسمها فضاء العينة ايه هو فضاء العينة؟ هو جميع النواتج الممكنة او المجموعة الشاملة زي ما بنسميها وبنرمز له بالرمز فيه يبقى قلنا فراغ العينة او فضاء العينة في ناس بتسميه فضاء العينة وناس بتسميه فراغ العينة فضاء او فراغ العينة رمزوا فيه وهو جميع النواتج الممكنة وقلنا كمان بعض التعريفات المهمة جدا زي تعريف الحدث ايه هو الحدث؟ الحدث هو مجموعة جزئية من فضاء العينة يبقى حتة كده من الفضاء الحدث ده عبارة عن جزء من الفضاء مجموعة جزئية وممكن يكون الفضاء كله وفي الحالة دي كنا بنسميه حدث مؤكد إذا كان عناصر هذا الحدث تساوي جميع عناصر الفضاء في الحالة دي كنا بنقول حدث مؤكد طيب إذا كان الحدث ده مش موجود منه أي حاجة من الفضاء يبقى ده اسمه حدث مستحيل الحدث نفسه مش موجود في الفضاء فكنا بنسميه حدث مستحيل يبقى خدنا من ألواع الأحداث الحدث المستحيل وهو الحدث الذي لا يمكن وقوعه أبدا وعرفنا أن احتماله بيساوي صف والحدث المؤكد هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة وطبعا هذا الحدث يسمى حدث مؤكد واحتماله بيساوي واحد صحيح بعد كده دخلنا في الأحداث المتنافية والأحداث غير المتنافية وعرفنا أن الأحداث المتنافية لا يمكن أن تتقاطع يعني إذا وقع أحدها يمنع وقوع الآخر زي الصورة والكتابة إذا ظهرت الصورة مش هتظهر كتاب وإذا ظهرت الكتابة مش ممكن تظهر صورة دي أحداث متنافية وعرفت أن في حاجة اسمها أحداث غير متنافية ودي وقوع أحدها لا يمنع وقوع الآخر يبقى دي اسمها أحداث غير متنافية النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن بعض قواعد الاحتمال وعاوزين نركز فيها جدا جدا أهم قواعد الاحتمال قاعدة الاتحاد وقاعدة التقاطع وقواعد المتممات وقواعد الفرق دول أهم قواعد الاحتمال اللي عنده حضرتك يبقى لما تمسك واحدة واحدة كده ونحل عليها تمرين براحتنا وكل واحد فيكو يجاهز الورقة والألم فمعك وانت بتقول لي أنا جاهز ومعايا الورقة والألم والآلة الحسبة هبتدي قدي تمرين أحل الوحدي وبعدين هصبر عليك لما تحل تمرين معايا عاوزك تخرج من الحلقة النهاردة ما فيش مسألة اتحاد أو تقاطع أو فرق إلا وانت بتعرف تحل لها كويس جدا موضوع سهل وبسيط وعايزين نأكد على المعلومات اللي بنقولها النهاردة بالتمرين مع بعض نبدأ حلقتنا بموضوع الاتحاد عرفنا مع بعض إن كلمة الاتحاد إحنا درسناها في المرحلة الإعدادية وعرفنا إن الاتحاد بميزها بكلمة أو أو كلمة على الأقل علشان الكلام ده هيقابلنا في المسائل الكلامية أو كلمة أيا من السلعتين أو الحدثين يبقى كلمة أيا من أو كلمة على الأقل أو كلمة ألف أو به يعني لما يقول لي السلعة ألف أو به أقول له خلاص أنا عرفت إن دي إيه اتحاد وكلنا عارفين رمز الاتحاد حرف اليو كد كمان لما يقول لي احسب احتمال وقوع أو بيع سلعة واحدة على الأقل على طول أعرف إنك بتتكلم عن موضوع الاتحاد اللي هو حرف اليو أو يقول لي كمان احسب احتمال بيع أيا من السلعتين على طول أعرف إنك بتتكلم في اتحاد يبقى أي واحدة من دول أو ممكن يجيبها لي في الصورة المباشرة ويقول لي احسب احتمال ألف اتحاد به ده الشكل اللي ممكن يجيلك بيه أي تمرين على موضوع الاتحاد طيب أنت لحد الآن ما قلتيش ما قلت ليش إن الاتحاد ده القعدة بتاعته إيه أقول لك برافو عليك ده كلام جميل لو أنا عاوز أعرف قعدة الاتحاد أقول له احتمال ألف اتحاد به بيساوي احتمال الأول يعني ألف زائد احتمال التاني يعني به ناقص احتمال عكس الأول والتاني يعني ألف الاتحاد كانت لفوق خليها لتحت اللي هي التقاطع يبقى أي اتحاد في الدنيا الأول زائد التاني ناقص التقاطع بتاعي الأول والتاني ده كده القانون هو مع بعض لازم أكون حافظ القانون بتاعي علشان أقدر أتعامل مع المسألة يبقى نقول القانون مرة تانية احتمال ألف اتحاد به بيساوي احتمال ألف زائد احتمال به ناقص احتمال ألف تقاطع به لو فهمنا دي أستغل فهم حضرتك بقى وقل لك كمان حاجة مهمة جدا ده كان ممكن يعرفني معنى التقاطع في القانون ده يقول لي التقاطع لو هو طالب ألف تقاطع به خدت بالك هو هنا طالب ايه التقاطع هقول له نفس القانون بس ادي الألف زائد قل به ناقص اعكس بقى يبقى هالمرة دي هنحط الاتحاد جوه يبقى أنا خدت كم علاقة دلوقتي أو كم قانون خدت ألف اتحاد به وخدت ألف تقاطع به طيب أنا عرفت الاتحاد بعرفها منين من كلمة على الأقل أو كلمة أي من السلعتين أو كلمة ألف أو به طيب للتقاطع دي مفيش كلمة كده نعرفها بيه أقولك فيه لو قال لي احتمال بيع السلعتين معن كلمة معن دي تعرفني أنه هي تقاطع أو يقول لي احتمال بيع السلعة ألف و بيع السلعة به حرف الواو ده يعرفني أنه هي تقاطع يبقى أنا كده خدت الاتحاد وخدت التقاطع طيب نبتدي نحل تمرين براحتنا على موضوع الاتحاد ده وموضوع الاتحاد من الموضوعات السهلة جدا 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 وابحث كده في الامتحانات السابقة هتلاقي مفيش امتحان واحد إلا موجود فيه الاتحاد أو التقاطع إذا كان فيه سؤال احتمالات تعالي شوف معايا كده بيقول لي ايه إذا كان احتمال ألف باربعة من عشرة ساعتك كده ديتني احتمال ألف ده كان باربعة من عشرة واحتمال به كان بخمسة من عشرة واحتمال ألف تقاطع به باثنين من عشرة تخدت بالك انه مدي لك الألف ومدي لك البه ومدي لك التقاطع قلت لي اه الألف كام بكام باربعة من عشرة والبه بخمسة من عشرة والتقاطع باثنين من عشرة طالب مني ايه طالب مني مطلوب جميل جدا احسب احتمال ألف اتحاد به هو طالب مني الاتحاد طيب انت كطالب شاطر حافظ علاقة الاتحاد بالطريقة سهلة جدا قلت لي الاتحاد احتمال قلب التحاد به بيساوي الاول زائد التاني ناقص عكس العلاقة اللي برة يعني ناقص التقاطع تلك برافو عليك جدا شاطر طيب انا عاوز اعمل ايه هنا اقول لك اشيل كل حاجة بقى واعوض بقمتها اشيل الف واعوض بقمته كام قلت لي باربعة من عشرة زائد احتمال به كان بخمسة من عشرة ناقص احتمال التقاطع قلت لي بثنين من عشرة امسك الالة الحسبة معايا وخلي بالك في اخطاء بنعملها في الالة الحسبة عاوزين نتضرب عليها علشان ما نقعش فيها تاني اول خطأ ان الطالب يكتب اربعة علامة سفر لا طبعا ما ينفعش انا بقول من الشمال كده على الالة الحسبة علامة اربعة زائد علامة خمسة ناقص علامة اتنين يبقى بنكتب العلامة الاول تعال شوف معايا كده بالالة الحسبة لما تقول لي علامة اربعة زائد علامة خمسة ناقص علامة اتنين يطلع معاك بالالة سبعة من عشرة يبقى ده كان الاتحاد طيب كده جبت الاتحاد ازاي؟ قلت له الف زائد به ناقص التقاطع طيب لو انا عاوز مطلوب كمان بيقول لي عاوز الف شرطة اللي هو متمم او مكمل الحدث الف او الحدث العكسي للحدث الف اقول له هنا انت عاوز الف شرطة اعرف القاعدة جميلة جدا تقول لي واحد ناقص احتمال الالف الاصلي يعني يا مستر يعني ادي واحد صحيحة هو مع حضرتك ناقص احتمال الالف الاصلي كان بكام؟ كان باربعة يبقى واحد ناقص اربعة من عشرة يطلع ستة من عشرة ده متمم الحدث الى طيب نضيف برضو حاجة صغيرة علشان الناس تتضرب معانا بيقول لي لو عاوز متمم الحدث به اللي هي به شرطة بيساوي نفس الكلام واحد ناقص البيه الاصلي اللي عندي يبقى لو حضرتك عاوز به شرطة تقول لي واحد ناقص البيه الاصلي اللي عندي بيساوي نص يبقى واحد ناقص نص بيساوي نص ده كان تمرين على ايجاد الاتحاد في وجود الالف والبيه والتقاطع تمرين سهل جدا وعاوز حضرتك تركز معايا كتير في هذا التمرين على عشان ده من التمرين المهمة اللي بتيجي كتير جدا معنا شوف معايا تمرين كمان على نفس المطلوب علشان نتضرب مع بعض على فكرة الاتحاد بيقول لي اذا كان احتمال الاف بيساوي سبعة من عشرة احتمال الحدث الاف بكام بسبعة من عشرة واحتمال الحدث به باربعة من عشرة واحتمال الاف تقاطع به بتمانية وعشرين من مية خد بالك دايما لما يدي لك الالف ويدي لك البيه ويدي لك التقاطع اذا كل معطيات التمرين بتقولك الاتحاد سهل جدا لان احتمال الاف الاتحاد به بيساوي احتمال الاف زائد احتمال به ناقص احتمال التقاطع كده هو ما يدي لك الاف وبيه والتقاطع يبقى انت لو طلب منك الاتحاد او لو طلب منك الاتحاد هتبتدي تعوضي في قانون الاتحاد على طول لازم النهاردة نخرج من حلقتنا حفظين كويس جدا قانون الاتحاد مش هسمح لك تخرج من الحلقة الا وانت مركز جدا وتعرف تحل اي مسألة على الاتحاد سواء مسألة مباشرة رموز احصائية او مسألة كلامية وعايدك تركز جدا على المسائل الكلامية وهنشوفها مع بعض ان شاء الله في حلقتنا تعالوا نشوف كمان تمرين على موضوع الاتحاد وموضوع المتممات اللي احنا لسه شرحينه موضوع الاتحاد قلنا فيه ايه الف احتمال الاتحاد به بيساوي احتمال الف زائد احتمال به نائد احتمال الاف تقاطع به تعالوا معايا كده وشوف بيقول لي اذا كان احتمال بيساوي سبعة واشرة واحتمال به بيساوي اربعة من عشرة واحتمال الاف تقاطع به بتمانية وعشرين من مية احسب احتمال الاف اتحاد به واحتمال به شرطة واحتمال الاف شرطة. تعال معايا كده في التمرين. اهو. بيقول لي اذا كان احتمال الف بكام? بسبعة من عشرة. مدين احتمال الف. اهو بسبعة من عشرة. زي ما احنا شايفين على الشاشة احتمال الف بكام بسبعة من عشرة. واحتمال به باربعة من عشرة. واحتمال الف تقطع به بتمانية وانت. احسب احتمال الف اتحاد به. هتقول لي على طول انت طالب الاتحاد. اهو. الف. اتحاد به. بيساوي. اكتب القانون كده براختك. هتقول لي الف. زائد. به. ناقص التقطع. يبقى دايما قلت اول تاني واعكس. تعالى نعود. الالف كان بكام قلت لي بسبعة من عشرة. البيه كان بكام قلت لي باربعة من عشرة. التقطع بتمانية وعشرين من مية. هنا بأكد عليك تاني. امسك الالة الحزبة وتعامل واحدة واحدة معايا. هتقول لي السبعة من عشرة تكتب ازاي على الالة؟ هقول لك علامة سبعة. هتقول لي كام علامة سبعة. ادي السبعة من عشرة. يبقى على طولة تقول لي علامة سبعة. زائد علامة اربعة. ناقص علامة اتنين تمانية. يطلع معاك باتنين وتمانين. من مية. كده انت جبت الاتحاد. طيب انا شايفك يا مستر طالب مطلوب كمان. طالب احتمال به شرطة. اهو. حضرتك طالب احتمال به شرطة. او الحدث المكمل للحدث. ده احتمال به شرطة. اعاوز كمان احتمال الف شرطة. مركز انا معك في متمماته. يبقى تقول لي واحد. ناقص الحدث الف. او احتمال الحدث الف. على طول يبقى واحد ناقص الالف كان اربعة من عشرة. يبقى الحدث المتمم بتاعنا كان ستة من عشرة. يبقى دي كانت احتمال الاتحاد واحتمال متمم الحدث به واحتمال متمم الحدث الف. عايزك كمان تركز في التمرين كويس قوي. هو بيطلب ايه? او بيعطي ايه? وده مهم جدا. لان انت مش هتخش حافظ علاقة وتحطها وخلاص. لازم تكرق التمرين بتاعك. قراءة هادئة وتركز. ايه اللي موجود معاك? هو مدي لك ايه في التمرين? ادى لك الف. وادى لك به. وادى لك التقاطع وطلب الاتحاد. خلاص دي سهلة جدا. يبقى انا محتاج استخدم علاقة الاتحاد. طيب ادى لك الف وطلب الف شرطة. محتاج استخدم العلاقة المتممات. وبالمناسبة لازم كمان تكون عندك المعلومة ان الحدث. زائد الحدث العكسي بتاعه الاحتمال. والاحتمال العكسي بيساوي واحد صحيح. يبقى لما قلك احتمال الف. زائد احتمال الف شرطة. تقول لي على طول بيساوي واحد صحيح. احتمال به. زائد احتمال به شرطة. تقول لي بيساوي واحد صحيح. احتمال جيم. زائد احتمال جيم شرطة. تقول لي بيساوي واحد صحيح. يبقى دايما الحدث بتاعي او الاحتمال بتاعي. زائد الاحتمال العكس بتاعه بيساوي واحد صحيح اللي هي قاعدة المتممات لذلك أنا عايدك تحفظ القاعدة دي كويس وتفهمها لأن ممكن ما تجيش في صورة مسألة ده ممكن تيجي في صورة أكمل لما يقول لي احتمال ألف زائد احتمال ألف شرطة يساوي نقط أو اللي بيساوي واحد صحيح ودي ممكن تيجي في ثلاث صور تعالوا نشوفهم مع بعض لما تقول لي الأول قاعدة المتممات أو الحدث والحدث العكسي تقول لي إن لو أنا عندي احتمال ألف زائد احتمال ألف شرطة أقول لك على طول تقدر تقول لي إنها بتساوي واحد صحيح دي القاعدة الأصلية اللي احنا بنشتغل عليها من هذه القاعدة أقدر أقول لك إن احتمال ألف بيساوي واحد ناقص نقط قلتني احتمال ألف بيساوي واحد ناقص احتمال ألف شرطة وبالمثل تقدر تقول لي احتمال ألف شرطة بيساوي واحد ناقص نقط تقول لي واحد ناقص احتمال الألف يبقى دي قاعدة مهمة جدا إن احتمال ألف زائد احتمال ألف شرطة مجموعهم لازم يكون واحد صحيح يعني احتمال إن فريق القرى بتاعك يكسب تمانية من عشرة يبقى احتمال يخسر على طول واحد ناقص التمانية من عشرة تبقى اتنين من عشرة يبقى لما تجمع التمانية من عشرة زائد لاتنين من عشرة تقول لي بيساوي واحد صحيح أي احتمال وعكسه في الدنيا لازم يكون بواحد صحيح طيب لو هنفترض بقى إنه تلاعب معايا في التمانية أنا دهتك ألف ودهتك عاوز مني إيه عاوز التقاطع ما يجيش طالب يستخدم علاقة الاتحاد هنا لإن هو مديلك للتحاد التمريض وطالب منك إيه طالب مني التقاطع أقول له على طول وبمنتهى البساطة إذا أعطى الاتحاد وطلب التقاطع علاقة التقاطع إحنا لسه قيلنها من شوية احتمال ألف تقاطع به بيساوي الأول زائد الثاني وبعدين اعكس العلاقة اللي برا كانوا الشهل تحت خليها لفوق سيبقى حضرتك قلت إن التقاطع بيساوي ألف زائد به ناقص للتحاد طيب ههو الألف بيساوي كام قلت لي أربع زائد البه بكام قلت لي خمسة من عشرة ناقص للتحاد كان بكام قلت لي سبعة من عشرة يطلع كده التقاطع على طول ألف ألف تقاطع به بمنتهى البساطة من عشرة ده تمرين جميل جدا ومهم جدا لو أعطى الاتحاد وطلب التقاطع اعكس العلاقة العلاقة التقاطع احتمال ألف تقاطع به بيساوي احتمال ألف زائد احتمال به ناقص احتمال ألف اتحاد به كمان هنا جايب حاجة بقى مهمة جدا اللي هي علاقة الفرق بس هنتعامل معها الأول في صورة شرح ونرجع لها في صورة تمرين ايه هي علاقة الفرق رمزها الناقص يبقى علاقة الفرق بنقول ألف فرق به اللي هي شكل ألف فاش ناقص بنقول علاقة الفرق يعني لما يقول لي احتمال ألف فرق به احتمال ايه؟ ألف فرق به هاقول تنطق اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة